وراءة أخرى مشاهدين نرحب بحضراتكم من مشروع جنة السكنية بمدينة السادس من أكتوبر ويساعدنا أن يكون لدينا في هذا القلق اللقاء معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معي الوزير أهلا مع حضرتك معي صباح الخير معي الوزير خلينا نتحدث بداية عن الافتتاحات التي ستشرف اليوم لرئيس عبد الفتاح السيسي بوجوده اليوم في المجال الرياضي والله الحمد لله يعني زي ما احنا كلنا شايفين والمواطن العادي شايف حراك كبير جدا للدولة المصرية وجمهورة مصر العربية الجديدة مشروعات في كل المجالات مشروعات تنموية النهاردة في الحقيقة موجودين في مشروع جنة في 6 أكتوبر افتاح يعني مجموعة كبيرة من العمرات السكنية لكن في نفس الوقت كمان المنشآت الرياضية والمنشآت الشبابية والمنشآت الاجتماعية ليها دور الحمد لله بدعم فخامة الرئيس الدايم لكل المنظومة احنا النهاردة احد مشروعات النادي نادي النادي وهو مشروعات اجتماعية رياضية الحقيقة كان لازم احنا نعمل مفهوم جديد للأندية يعمل خدمة كبيرة كويسة جدا ينشط كل المنشط الرياضية والاجتماعية يكون كمان السعر في متناول الناسي يعني ما يكونش حاجة مغالى فيها لان الأندية يعني عرضه طلب والأندية العامة والأندية الخاصة فاحنا كان لازم ندخل لطبق اجتماعية ان يكون اسعارها في المتداول والمتناول بالاضافة طبعا للمراكز الشباب وبالاضافة الى الحاجات التانية في المنشآت بالاضافة الى مجمع حسن مصطفى وده يعني من الحاجات الحديثة جدا في سلسلة من المجمعات والصلاة الرياضية ان شاء الله هيكون فيه في تحليم النهاردة طيب دكتور أشرف على مدار عقود كان بينظر لرياضة على أنها وسيلة لأثر فيه لقضاء الوقت والتسلية ولكن أصبحت اليوم صناعة تخضع لآليات السوق والربح وأصبح العالم كله يتجي إلى الاستثمار في مجال الرياضة إلى أي مدى أيضا ما تشهده مصر من تطوير على كل الأصعاد في الملف الرياضي يضع مصر على خريطة الاستثمار الرياضي بصلاح لك احنا محافظين على الجانب الترفيهي والجانب الاجتماعي للرياضة وجانب الخدمي يعني مش بنروح لي نحن نعمل المنتج والاستثمار والاقتصاد على حساب الجانب الخدمي الجانب الخدمي ده من حق الجميع أنه هو يعني يمارس ويحب ويعني مع ضغوط الحياة حتى لازم نوفر لكن الإدارة الاحترافية للمنتج الرياضي لازم تكون موجود ده يعني اللي نعمله من منشآت لازم يكون فيه مصرفات التشغيلات وغطى من خلال دورة اقتصادية يعني رياضة البطولة لازم يبقى رياضة البطولة نتعامل معها على أنها صناعة التصنيع الرياضي وتوفير يعني على الدولة الاستراد مثلا والحاجات اللي احنا نجيبها تصنع في مصر دي كلها منظومة في استراتيجية ورؤية تطوير الرياضة المصرية طيب على مدار أيضا العقود الماضية كان هناك مجموعة من المعيقات اللي ربما بتواجه ملف الرياضة سواء فيما يتعلق بمراكز الشباب مستوى التوزيع الجغرافي لها الأندية أيضا الإمكانات المتاحة لمراكز الشباب إلى أي مدى خطة الوزارة وعمل مصر منذ 2014 في ملف الرياضة كان هدف الأساسي هو تخطي هذه العقبات أكيد فيه كان تحديات كتيرة لمراكز الشباب حق لكل الناس تكون موجودة فيه تحدي ما بين التطوير وما بين الانتشار احنا وصلنا لـ 4073 مركز شباب لكن حياة كريمة جت الحمد لله في المرحلة الأولى بس يعني هيكون فيه 1041 مركز شباب إضافة وتطوير المرحلة التانية هيكون فيه رقم تاني موجود وهكذا فسندت معنا إن احنا نقدر نطور ونقدر يكون فيه منتج جيد ومراكز شباب بنحاولها لمراكز خدمة مجتمعية ودخلنا كمان ولدنا وشبابنا من القطاع الخاص يقدر ينتج داخل مراكز شباب عشان نسرع دورة التشغيل بالإضافة إلى المدن الشبابية والمدن الرياضية ونزل الشباب ومراكز تعليم مدني منظومة متكاملة في الحقيقة في الصعيد في الدلتا في اسكندرية في مطروح كل محافظات الجمهورية هذا سيقودني إلى نقطة مهمة خاصة بأنه الهرام السكاني في مصر بيغلب عليه الطابع الشبابي شريحة يمكن ربما حتى سن 35 سنة بتصل 52% لأي مدى لاستثمار في هذه الشريحة أيضا واحد من الأهداف اللي بيتعمل عليها الوزارة في إطار الخطة الدولة خطة الدولة الشاملة للتنمية في الرياضة في عمل متكامل ما بين الوزارات كلها برؤية فخامة الرئيس وتوجيهه وتمامه الكبير جدا بالشباب المصري إحنا 65% من عدد السكان المصري هو من الشباب ودي حاجة كبيرة جدا ونعمة كبيرة جدا الخريطة الديموغرافية والسكانية تظل الغاية 20-52 علشان كده احنا اطلقنا او بنعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب الاستراتيجية الوطنية للشباب بنبدأ من سبع سنين لسبعتاشر سنة وتمنتاشر لغاية اربعين سنة ووصلنا الاربعين سنة ليه لان بعد تخرج الشاب بيكون عنده تحدي العمل واقتصاديات كتير جدا بتقابله فاحنا بنهتم به بشكل كبير جدا بنقدم اكيد برامج التنموية في النشط والتعليم تعليم الموازي احنا بنعلمش يعني التعليم الموازي عايزين يعني مفردات الدولة وولاها وانتماءها والقدوة والتغيرات السريعة بنزرع ده او بنعلم ده بشكل كبير في حراك سواء مباشر او غير مباشر في مراكز الشباب في الاندية في مراكزنا اللي موجودة المنتشرة بنتعاون مع الثقافة بنتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المختلفة علشان نعمل او نخلي التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ودي شفناه في استراتيجية بناء الانسان اللي اطلقه في خامة الرئيس اه كمان المستوى الشبابي احنا عندنا برامج كبيرة جدا بتلتحم مع دور كبير للاكاديمية الوطنية اه لتدريب الشباب او فبنلتحم هذا وزاك مع بعض اه في الحقيقة احنا نبدأ من تحت ونستفيد من اللي جاي اه منها من هذه التدريبات ان هو ينمي ويعلم زي برامج الوزارة اه الشباب وبنعمل برامج ريادة الاعمال وبنعمل برامج توظيفية تنسيق مع وزارة القوى العاملة ومع الوزارة الاخرى مع الوزير اخيرا اه صناعة البطل الاولمبي واحد من الاهداف القومية اللي تبنتها وزارة الشباب ورياضة ويدعمها ويدفعها رئيس عبدالفتاح اسيسي واكد علي حتى اثناء تكريم الاخير الرياضيين في اغسطس الماضي اين وصل هذا المشروع? فخامة الرئيس دايما بينظر اه بشكل افقي وبشكل رأسي بشكل رأسي في كل الموضوعات اه ودايما يعني يقول الشاب المصري اه والبطل الرياضي ده يكون افضل اه حاجة دي اه تنفسية علامية واحنا كمان في السراتيجات العالمية بنراعي الكلام ده كله اه صناعة البطل اه صناعة اقتصادية اه بتاخد وقت يعني ما ينفعش ان انا اقول انا بكرة هعمل بطل يعني عشان كده بدقين المشروع القومي الموهبة والناشئين والبطل والوليمبي وده من اكبر مشروعات الوزارة في الحقيقة اه اللي بنعملها خط موازي للشكل الطبيعي اه للرياضي اللي بيروح النادي ثم يلعب بطولة الاتحاد يشوفه ويدخل منتخب احنا بنصنع ده وبنتعاون مع المؤسسة العسكرية بالتوازي المؤسسة العسكرية كمان بتنتج وابتطلع ناشئين وبتعمل شغل اه وحاجات كتيرة جدا لصناعة البطل فبالتالي احنا اه يعني اه بنصنع البطل من مرحلة مبكرة من ست سنوات وبنعمل اه استراتيجياتنا في تلاحمات اه كل اربع سنين دورة اولمبي فاربعة 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 فاحنا لغاية عشرين تمانية وعشرين 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 وثلاثين بنخطط لهذا البطل وتركبته البدنية والفيسيولوجية الصحية وكمان يعني القياسات المختلفة زائد اه التنصيق مع الدور الفاني للاتحاد ان احنا نخرج بطل كبير جدا في العرب الفاردية يعني والعرب الجامعية احنا برضو مع الاتحادات المختلفة السلة والطيرة والهندبول طبعا وكرت القدم ان احنا ازاي نطور المفهوم نفسه اه بكل شكل من الاشكال والحمد لله يعني ماشي بشكل متوازن يعني في النهاية انا بشكر حضرتك دكتور اشرف صبحي وزير الشباب وريدة شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معاين بشكرك جدا ودايما كده في الفتاحات وافتقدم لمصر الحبيبة شكرا جزيلا يا فندم